الحرب توشك أن تضع أوزارها عبارة قالها المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الذي عقده في قاعدة الملك سلمان الجوي بالرياض العبارة نقلتها وكالة الأنباء السعودية عن المالكي في سياق إجابته على أسئلة الصحفيين لتأتي بمثابة رسالة إلى ميليشيا الحوثي مفادها أن ليس أمامها سوى خيارين السلم أو الحرب على أن يكون السلم وفقا للمالكي تسليما للشرعية والتزاما بالقوانين الدولية والقرارات المتخذة لمصلحة اليمن المتحدث باسم التحالف عرض ما اعتبرها نجاحة عسكرية داخل اليمن تمثلت في دعم التحالف العمليات العسكرية للجيش الوطني وسقوط قيادات وتدمير أسلحة ومخازن صواريخ أرض أرض وأخرى مضادة للطائرات عرض المتحدث جانبا منها مفيدا في ذات السياق بأن التحالف رصد ثلاثة وثمانين صاروخا أطلقتها ميليشيا الحوثي على المملكة طيلة الفترة الماضية كل الإجراءات اللازمة لتقديم المساعدة بما يخص المواد الغذائية والطبية وتقديمها للشعب اليمني في جميع المناطق ثنائية الحرب والدعم الإنساني هيمنت على المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم التحالف وسط حرص سعودي على تبديد الضغوط الهائلة التي تتعرض لها الرياض بهدف رفع الحصار والسماح بتتفق المساعدات إلى اليمن الرئيس الفرنسي ماكرون كان آخر المتصلين بالعاهل السعودي مطالبا إياه برفع كامل للحصار في وقت يؤكد فيه المالكي أن قوات التحالف ناقشت مع الجهادات الاختصاص في تنفيذ آلية جديدة تراعي سد الثغرات في الآلية المتبعة في العمل الإغاثي التي أسهمت بدخول أسلحة لميليشيا الحوثي وعرض المالكي جانبا مما قال إن طائرات نقل عسكرية تابعة للتحالف قامت بإنزاله من مساعدات طارئة في العمق اليمني بالإضافة إلى وصول ناقلات تحمل آلاف الأطنام من المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة إلى جانب ما وصفه المالكي بالجهد الإنساني لقوات التحالف في جزيرة ميون الحرب في اليمن حربا حرب بالأسلحة وأخرى بالجوع والأمراض والأوبئة وكلاهما يجري وسط كم هائل من الشكوك بالنوايا وبالمقاصد النهائية لمأساة تولد المزيد من العنف والتحديات الإنسانية العميقة بالغة التأثير على اليمن والمنطقة والعالم ترجمة نانسي قنقر